كانت عندي جدة ديالتي الله يرحمه السعلافة النهار أقسم بالله عمرها لم أعرفت كيف هم التجاعد حتى النهار التي توفيت فيه جاءوا أولادها وابناتها اللي هم أخوالي وخوالاتي غير من أمورها وبان فيهم التكماش وهي ما شاء الله واله ولو كبانه كبر منها متتبقى قنات بالصحة والسعادة السلام عليكم كانت من تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة وفي أحسن الأحوال يا راه داغني أغمو اللي كان اسمها الكثير من الأيالات يدوى على أحد مستحضر عجيب قالوا بأنه لديه قدرة خارقة كحية التكماش كسب البشرة كحية حب شباب كان فيهم اللي قال لك يدوى حتى الصدفية المهم يستعملوه للعناية بالبشرة بصفة عامة ايوة وانا نقول ولا بتخسين دير ختمتي كالعادة باش نحن يدل لبس بخصوصة المادة هذه الموضوع ديالحلقة اليوم سيكون على ريتينون اللي أوليتي في الممكضوع تسمع بنادم يدوى عليه على أساس أنه مادة خارقة من هذه المستحضر اللي أرخص واحد فيهم دير ميتين درهم والمشكلة هو أن جميع المختبرات واللوك يركزون على هذا البرودو ويكتبون عليه ريتينون قد قد قداش للف انتباه الزباناء اليوم سنقرر بكم من هذه المادة سنرى ماذا النية عندها قدرة عجيبة للبشرة ماذا تستهلها الضجة اللي دينا العيالة على قبلها او هي فقط حملة إشهارية لا أقل ولا أكثر ولكن فعلا تستحق هذه الضجة منين يمكننا نحصل عليه المهم ما نطور عليكم نبدأ على بركات الله معكم أخوكم الردون شوقي في المختصر المفيد أول حاجة نبدأ بها هي ما هو الريتينول الريتينول هو واحد من أقوى مضاد الأكسادق اللي كنا على وجه الأرض وهو السيغى النشيطة للفيتامين A في الجسم من بعد ما تنسى الكو البيتاكاروتين في الأمعاد الضاقية في الجسم واحدة الأنزيمات تكلف به كي يحاولون الفيتامين A هذه الأنزيمات كيف نبيتها كاروتين الجوجة للجوزية الريتينول أسيد ريتينول ليس ريتينول وهذا هو شكل أشكال فيتامين A هنا يأتي الضاق الأنزيم آخر الاسم ريتينال دي هيدروجينيز يتحدث كي يدين الكرومات الهيدروجينية من جوزية الريتينول وهكاكت والتي لدينا جوزية الريتينول التي سندوئ لها اليوم وهي شكل فيتامين A الناشط داخل الجسم من بعد ما عرفنا منين كان يأتي الجوزية الريتينول أريد أن أقول لكم ريتينول مفكراتكم بوالو حيث الأصل ليس كلمة معروفة ماذا؟ مطح لكم بوالو؟ مهم ليس مشكلة ريتينول مشتقة من كلمة ريتينال وريتينال هي شبكة يدي العين كان منكم الذي يقول لي أجاب ريتينول لشبكة يدي العين ريتينال لديه ضوار كبير وكبير كثير في دعم شبكة العين وهي أصلاً تدد الجهاز العصب المركات اللي هو الديما هي اللي فيها المستقبلات الحساسة للضو اللي تخلينا أو تمكننا من رؤية وريتينال اللي هو الشكل الناشط للفيتامين A هو المكون الرئيسي للسبغات الحساسة للضوء داخل الشبكية اللي اسم ديالهم ريدوبسين هذه السبغات هي اللي تحول لنا الضوء لإشارات كهربائية وهتعلاش أحد أهم أسباب العام الليلي هو نقص فيتامين A بين قوسين ريتينال يعني هذا ريتينال بالنسبة للناس اللي يسولوا عليه هو أهم أو الضوء رئيسي دياله في الجسم هو الدعم الشبكية هو اللي يحمينا من العامة في الجسم أجي نرى أن تضيفه على الجلد البشرة الوجه هي النتيجة للأكل والشرب والعاسك ومعادين ديالك وفيتاميناتك وكيف ما نقوله الكتاب يبان منه من العنوان دياله البشرة الوجه تغفلت ثلاثة صنطي ديالك كنت تعرف ما تأكل وماذا تشرب الفيتامينات ديالك والمعادين كل شيء سيكون على أحسن ما يرام الوجه ستجدها صافي لا يوجد أي مشكل بالحبوب لا تجائد لا شيء 90% من صحة الوجه جاء من الداخل أعادك تبقى 11% ديالي لا تريدين عاونها من برها بزيوت أو خلطة طبيعية أو أشياء أخرى سأقول لكم من بعد على واحد طريقة سحرية كانت تقديرها الجددياتي قثما بالله إلى عمرني ما شفت هو لو خط واحد ديال تكمش في الوجه ديالك حتى النهار الذي توفت فيه الله يرحمه قبل أن نكمل باش نتفاهمه 90% من صحة الوجه والبشرة جاء من الأكل ديالك وتوازن المعادين وفيطامينات والنحاس والقورتيزول فقط 10% هي اللي ستكلمون عليها دابة ماشي انت باركة ضربية في المقليات والسكريات ومضافة الغذائية والحليب والإلتيها بطالة عندك في الجسم والكابدة عندك واكل العصى وما تنقش تلجوش ثلاثة ديال الصباح وبغي بشرة زوينة بدون تجاعد ركريك تخربك يكتب عليك الكذاب وخط حط عليها مضادة الأكسادة ديال الدين الله يسمح ليها دابة من بعد ما وضحنا الأمر واحد شوية ونرى ما يدير أول شيء يديرها هي أنه يصبح علينا ترن اوفر للخلايا الجلدية لأن كيفما نعرفه الجلد عندنا يجدد نفسه والخلايا جدا عند الأطفال في أقل من 14 يوم يعني في أقل من 14 يوم كانت بشي خلايا وكانت بشي خلايا أخرى من 21 إلى 28 يوم عند المراحقين ومن 24 إلى 30 يوم عند الشباب لأقل من 30 سنة ومن 28 إلى 35 عام عند الشباب لأقل من 40 سنة ومن 30 إلى 42 يوم عند الناس أقل من 50 عام ومن 45 حتى 84 يوم عند الناس فوق 50 وهذا ما يفسر أن قدما تقدمنا في السنة قدما خلايا الجيد تعطل في الجديد وما دام تعطل وإلى المشاكل يبدأ بما في ذلك التسبوغات التجاعد الحبوب الجفاف إلى أخيره هذا كورتي البشرة وما بدأ لها من جوة البروتينات لهم الكولاجين وإلاسيتين الكولاجين يشكل 25% من حجم البروتينات لدينا في الجسم أكثر من أي بروتين وهذه ترجع لأهمية منذ العظام والعضلات والخضارية والأرباط التي تحتاجها كما قلت لكم تجعلنا نغفل البشرة لكي لا نخرج أرسجها الكولاجين كان بالضبط في الأنسجة الضمية للجلد وهو المسؤول عن ظهور العلامات التي تقدم في السنة والأحمد الأمينية التي تشكله هي التي توحدنا لون البشرة وتحييلنا كليستيكاتريز للحب الشباب زائد أنه هو الذي يجعل البشرة تحافظ على طوبة أما الإلاسيتين هو بروتين في الأنسجة الضمية للبشرة والكولاجين لا يتفرقه يكمل بعضياتهم سبحان الله الإلاسيتين هو الذي يعطي الجلد المرونة التي تجعلنا نحرك بحركات حتى لا يقع أي تمزق في الجلد والكولاجين لا يتفرق هذه الإلاسيتين كما قلت له واحد يسمح الجلد بالتمدد والآخر يرجع البلاسته بعد الانتهاء يخدمون بعضياتهم لكي يعطينا نوع من التوازن سبحان الخلق المهم هذا الجلد إذا كان لدينا كمية كافية في الجلد فكون على يقين أن البشرة ستكون كون بابي ولكن المشكلة التي نضح فيها هو أن هذه البروتينات مثل الخلايا مع التقدم في السن الكولاجين والإلاسيتين الخلايا تعطي في الجدد كما رأينا فعود أن تجدد كل 14 يوم فعندما كنا نكبره وصلت إلى 80 يوم سوف نضع عيننا لأن هذه صنة الحياة شيخ وخاجية جيدة لا نستطيع ولكن نزيد ونكمل ذلك ما يبقى ببعض العادات السيئة كما نقول للزينا وزاد النوم الحمام في حالة هذه العادات أولهم الصهير وعدم نوم من ساعة كافية تدخين السكرية ارتفاع الكورتيزول ارتفاع الجدود الحرة في الجسم الأكل الغير صحي التسمم بالمآدين التقيلة وخصوصا عدم تناول المآدين وفيتامينات بكمية كافية هذا الشيء يجعل الكولاجين والإلاسيتين إلى المفروض أن تدوم على طريق الأطوال المدة ممكنة أن تبدأ تنقص لهم العدد في سن المبكرة ونزيد ونصرعهم من مشاكل الشخوخة التي كنا نعرفها بالشخوخة المبكرة هنا يأتي الضوء من ريتينول ريتينول كما رأينا مادة طبيعية تتحكم لنا في البشرة جميع الآليات التي تستعمل الجيل البشعيش تتحكم فيها ريتينول ريتينول تتحكم لنا في الكولاجين والإلاسيتين ويعطيهم أمبوست ولا يجعلهم شيء يقلاله ثاني شيء يصرع من العم المفتراضي الخالية التي تبدل مع عمر السنين أو لا تقدم في السن يصرع من عملية تجديد الخلايا يستبدل القديمة وحدة أخرى جديدة وهو شيء لتأثيرك للسحر الذي تجعل الناس الذين يستعملوا ريتينول يقولوا ما شاء الله هذا ريتينول هو هذا المساج الذي يقوم به البشرة لهم يومياً لكي تستعملوا ريتينول بطريقة غير مباشرة تتحكم بأن تستعملوا ريتينول وأنت لا يأتي بخضار اشتغي هذا المساج بوحده لا ريتينول لهم يحزانه كانت عندي جدة ديالتي الله يرحمه السعلاف أقسم بالله عمرها لم أعرفت كيف هم التجاعد حتى النهار الذي توفيت فيه وهذا يراجع لماذا؟ كانت عندها عادة المساج لمدة دقائق يومياً جاء أولادها وابناتها لهم أخوالي وخوالاتي غير من مراهض وهي ما شاء الله والو وكبر منها هذا المساج أول شيء يزيد من تضفق الدم في الشارين الذي ينقص في البشرة وعندما يكون الدم يدور مزيد لأنه يأتي بمحاكف من العادة الأكسيجين المواد المغدية منين بسلامة البشرة يوصلها الأكسيجين المغدية؟ كيف لا يمكنها تكون؟ معظم الناس الذين تكون لديهم البشرة وكل العصى يكون هذا الشارين تصده وبهذا البشرة لا تبقى تنفس مزيد وليس يوصلها الغذاء ريتينول لا يوجد شيء خيبة هي مادة طبيعية عندها تأتي رزوين على البشرة أنا لا أناقش هذه المسألة ولكن ما يريد أن نوصل لكم هو أن بوحده يبقى غير كافي قل لي أن نستعمل ريتينول لكي نقضي البشرة أقول لكي تخربك قل لي أنك تأكل مهدراج والمقليات سوف نستعمل ريتينول لكي نصف البشرة سوف نقول لك أخرى سوف تخربك اشتغل قدية المساج حتى تأتي الخرافة على البشرة زائد حاجة خرافة إذا كنت تأكل فيتامين أفل واجباتك فكون على يقين أن البشرة سوف يوصلها إلى كمية الكافية ريتينول من الداخل هذا كل ما يخص ريتينول وهو مادة طبيعية صحيح ولكن لا يستهلت ضجة كاملة وبينكم يجب أن نرى أخر كيف يبقى لهما هو ولا مواد أخرى صينائية هذا سوف أضعكم في الصورة ولكم واسع من نظر أجلكم ماذا كذلك كانت تمنى أن تكون مفيدة كان معكم أخكم ردوان شوقي في المختصر المفيد وإلى حلقة مقبلة مع الموضوع الجديد بإذن الله